مشاهدين حلقة الليلة تحمل في طياتها تاريخ طويل عطاء في مجالات مختلفة مثال رائع لرجالات الكويت اللي ساهموا في تطورها شخصية تربوية دبلوماسية ثقافية وهذه بعض صفات ضيفنا الليلة الرحب معكم بشخصية عريقة ونفتخر فيها تربوية دبلوماسية ثقافية مع العم بوائل الأستاذ محمد جاسم السداح مساك الله بالخير الله يمسيكم بالخير وشكرا على هذه الاستضافة الله يسلمك إن شاء الله نحن نتمنى وقتنا يسع لذكر تاريخك وليقدمته صراحتا في كل المجالات نبدأ معك عم بوائل من مدرسة الأحمدية والله شوفي أبني أنا أولا ابن هذا البلد وما قدمته هو جزء من تاريخ هذا البلد يعني أنا أفتخر بأني قدم شيء لهذا البلد ولكني مثلي مثل غيري يعني الكثير من الكويتين ممن قدم وساهم وخدم وعمل وقدم الكثير في سبيل هذا البلد وفي سبيل شعبه وفي سبيل رفعته وفي سبيل نهضته فأنا بداية حياتي طبيعة الحال ولدته في فريج الفلاح نقدر نقول عليه أو الأحرى براحة الفلاح فريج السبت فريج السبت ما زال موجود كسبت وكانت أقرب مدرسة لي بعد ما يعني بلغت السن معين هي المدرسة الأحمدية المدرسة الأحمدية موجودة ذلك الساعة على البحر نعم لو أحدد موقعها اليوم نعم آخر جزء من مقر مدرسة الزرائل اللي على البحر هو هذه المدرسة الأحمدية نعم على البحر مباشرة درست فيها ذلك الساعة المراحل الدراسية ثلاث أربع خمس نعم ثلاث أطلق عليها إسمان أنا درست بالاسم اللي يسمونها بستان 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 نعم وأربع سنوات مرحلة ابتدائي نعم وخمس سنوات مرحلة ثانوية نعم فرس ثلاث سنوات في البستان ثم أربع سنوات الابتدائي كمت من ثلاث سنوات في الأحمدية نعم أما السنة الرابعة فنقلت إلى المدرسة القبلية نعم هذا الحب أبوائل للعلم للثقافة هل نشأتك كانت أو بدأ معاك من البيت أم أن المدرسة اللي حببتك فيه والله كلاهما البيت والمدرسة بمعنى البيت يعني أنا لما فتحت عيوني لقيت كتب نعم ما شاء الله في كتب في البيت من لو كان القارع عندكم في البيت؟ والدي الوالد الوالد رحمه الله نعم كان يعني تارث بعض كتب منها مثلا قصة بني هلال قصة من شداد شاعر المعروف يعني المهم بداية كانت من البيت فتحت عيوني أنا في البيت لقيت ثلاث أربعة خمس كتب نعم طبعا مجرد ما عرفت القراءة فبدأت أقرأ ممتع لذلك حبي القراءة الحقيقة بدأ مبكر نعم ما بدأ قبل ما تدخل يعني لا لا في المدرسة في المدرسة مجرد ما عرفت أقرأ خلاص رحت ألغى الكتب نعم هذا كان للقراء أم بوال نحن ممكن نسرع وياك بالمراحل الدراسية هذه بنوصل إلى الثانوية مرحلة الثانوية لم تكملها ما كانت لأسبابها؟ ما كمتتها مو من كيفي لا كان يوم دراء المرحلة الثانوية أولى ثانية ثالثة ثم خمس سنوات أولى ثانية ثالثة وبعدها ما في بعض الأحيان ما في طلاب والحقيقة هو ما في مدرسين ما في مدرسين اللي ممكن مؤهلين في درس هذه المرحلة في ذلك أنا اضطريت مثل غيري يعني كثير ما بيعدد الأسماء اللي اضطرينا نحن فالمرحلة هذه تركنا المدرسة قليل جدا ممن يعني ظروفه يعني ساعته شخصيا نعم راح أما بغداد ولا القاهرة ولا غيرها والبقية يعني بعد مدة استطاعوا بظروف معينة أن ينحون القاهرة يدرسون ما سويت عم بوائل أنا شفت أنه ما في مجال لأكمل الثانوي ما في ما في ثانوي أصبع ما كان فيه مثل ما عملت بالتعليم ممتع مدرس معلما وليس مدرس معلما معلما لش الفارق عم بوائل والله أنا أمير لكلمة تعليم وليس تدريس التدريس نعم التعليم ينشق من كلمة مشتق من كلمة علم صحيح التدريس أو الدراسة وكذا تنشق من كلمة درسة بمعنى يعني تفيير القمح عندما عندما ينضج فهذه هذه الدراسة كانها نتيجة لا فيها استمرار لا هذا تعليم تعليم أنت تعلم وتبزع وتقدم شيء من العلم حلو أما الدراسة فهي عمليا شيء في الحقل يجيب بعض الحيوانات عزكم الله التي تدوس القمح وتفرز القمح يعني خطأ أننا نقول دراسة أنا شخصيا أفضل كلمة تعليم وليس تدريس أجمل ماذا كنت تعلم ماذا كنت تدرس أو تعلم هذا صحيح نعم لا نحن لا نريد أن تدرس أحيانا أنا درست درست مادة اللغة العربية والتلبية إسلامية والحساء في المرحلة ثلاث مواد ثلاث مواد لا نريد أن تدرس مرحلة ابتدائية ما هي صعبة مرحلة ابتدائية نعم وفي المدرسة الأحمدية وزاملت من النظار رحمه الله من توفى توفي كان أول ناظر تعاملت معه أنا عبداللطيف عبداللطيف العمر رحمه الله رحمه الله ثم عبدالله حسين عبدالله حسين الرومي الأديب والشاعر والدول ماسي المعروف ثم جاء ناظر مصري أيضا رجل فاضل اسمه أحمد اللباد من بعد أحمد اللباد رجع عبدالله حسين مرة ثانية لأنه كان انترك التعليم وراح على البلدية رجع مرة ثانية فتعاملت معه بعدها نقل عبدالله حسين إلى مدرسة أخرى فتعاملت مع ناظر آخر فلسطيني أمران طرشة ثم محمد بشير بعدين أنت ترقيت أيضا بوائل صرت وكيل وصرت ناظر وكيل وكيل لا بعدين نعم أنا صرت وكيل من مدرسة النجاح وبعدين نقلت من النجاح إلى صلاح الدين صلاح الدين صح صلاح الدين لا لا وكيل وكيل من صلاح الدين كان ناظر حقيقي رجل الفاضل مصري اسمه مصطفى صافي رجل تربوي جيد حقيقي نعم يذكره ومدرسة صلاح الدين وقتها وقتها من المدارس اللي نسميها مدارس نموذجية في ذلك الوقت في ذلك الوقت ما الذي يختلف فيه أنا أقول لك المدرسة النموذجية تقدم شيء غير المدرسة العادية أولاً لازم نعرف كم مدرسة نموذجية في شركات بدأت بالخمسينات شركات أجنبية بين الثلاث مدارس نموذجية نموذجية حتى في البناء يعني هي مدرسة الصراح الدين ومدرسة الصديق ومدرسة الشامية صراح الدين في المرقاب الصديق في شارع الكهرباء حالياً من وزارة الداخلية من وزارة الداخلية والشامية لا زالت موجودة الشامية مبنى الشامية ممكن مدرسة وهذه المدارس سميت مدارس نموذجية وأخذت ذلك الساعة تغير السلم التعليمي من ثلاث أربع خمس إلى أربع 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 وتغيرت الإدارة هل يتإدارة لا تغيرت لأن تغيرت وقتها لما جاء السرح عبد الحسين رحمه الله وهذا الرجل الحقيقي يسجل له التاريخ يعني النحوة التعليمية بدأت عندما جاء عبد العزيز عسين حقيقة رجل لعب دور مهم جداً في عملية تربوية وفي عملية التعليم وفي نشر المدارس وفي انتشار المدارس عبد العزيز حسين الحقيقة له تاريخ مهم يجب أن لا يغفل بل يجب أن يذكر لأن الرجل الحقيقة لعب دور مهم جداً لا يوجد شكلنا بتأييد من رئيس المعارف يومها الشيخ عبد الله الجابر نعم يعني الله يلحم عسينهم عبد العزيز حسين استدعى مجموعة من الخبراء العرب ليدرسوا موضوع المراحل الدراسية فاقترح هذه اللجنة من الخبراء وذكر أساميهم كان الدكتور قسطنطين زريق من الجامعة الأمريكية في بيروت وكان سليمان حزين كان يومها رئيس جامعة أسيط وكان الدكتور الثالث محمد القباني من مصر هذه المجموعة الثلاث مع واحد آخر أيضاً دكتور مشهول من العراق رجل تربوي اسمه فليب حتي دكتور من جامعة العراقية يقول لكم يعني كبار هذه اللجنة اجتمعت لتقرر ما هو نوع المراحل الدراسية ولذلك هذه اللجنة قررت أن تكون مراحل الدراسية بدال ثلاث أربع خمس قررت أربع 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 أنا لما رح صلاح الدين كان مادية التأويل النظام الجديد سالس سنتين نعم ولذلك طبق على مدرسة صلاح الدين والصديق والشامية نظام المدرسة النموذية بمعنى أن المدرسة تعطي اهتمام خاصاً للنشاط المدرسي نعم نشاط مدرسي بمعنى نشاط ثقافي ونشاط نشاط رياضي ونشاط كشاف وإلى آخره لذلك الطلاب في هذه المدرسة أيام ما كنت هناك كانت تنقسم الطلاب يقسمون إلى أربع أسر أسرة أبو بكر الصديق أسرة عمر بن حطاب أسرة طارق من زياد أسرة صلاح الدين يعني هل الأسر شم مقصود فيها؟ اختيار الأسماء لأبطال المسلمين كأنه نعم القدوة مقصودة لهؤلاء الأسر الحقيقة تتنافس فيما بينها تتنافس فيما بينها من ناحية العلمية من ناحية الثقافية من ناحية الرياضة هل هو أسر؟ الرياضية من ناحية الكشفية نعم كل المجلة أنشطة رياضية وكشفية وثقافية كثيرة في المدرسة فلذلك ثميت نموذجية فعلا نموذجية نعم الخاصة أنشطة الرياضية كانت تقريبا كل أنواع الرياضة كانوا الطلاب استهلكوا نشاط الشباب ومن بينها كانت مجزة فيها حمام سباح مدار الثلاثة كان فيها حمام سباح الآن ماتي كان كيفان ونحن يسوح فيه لا بالسرع في حمام سباحة وهذا أيضا من الأنشطة التي كانت تقدمها مدار الثقافية لذلك لما نقول نموذجية هذا هو الموصود بالنموذجية الطالب لا يعتمد فقط على الدروس التلقينية التي يتلقىها الطالب في الفصل لا في أنشطة ثقافية اجتماعية نشاط الإذاعة على سبيل المثال نشاط رياضية تغيرت الآن يعني أكيد أنت مطلع على التربية حاليا فتشوف تغيرت كم درجة كثير أم قليل بالله ما أنا شوف أنا ما أدخل في موضوع نقب الوضع التربوي حاليا لأن هذا موضوع طويل وشائك فإذلك ما أدخل فيه إنما أنا أعطي وألقي نظرة عما كان يجري إذلك طلاب صلاح الدين وطلاب الصديق وطلاب الشامية في ذلك الوقت هم الذين بنوا الكويت أنا خناتي لأن هم اللي خلصوا بالأربعينات وهم اللي درسوا جامعة وهم اللي جوا في بداية الشيطينات وبنوا بنوا الكويت منهم الأطباء ومنهم ضباط الجيش ومنهم ضباط الشرطة ومنهم معلمون إلى آخره بذلك أنا بقول أن هذه النوعية من الطلاب حقيقة هم الذين يعني بنوا الكويت مع بطبيعة تحارجارات الكويت المؤسسين المؤسسين الذين أسسوا للكويت نعم عم محمد في تلك الفترة كان حواليكم أيضا أحداث سياسية سواء في المنطقة القريبة أم نقول عالميا ما كثير أثرت عليكم هذه الأحداث أنتوا كالشباب أو كطلبة في ذلك الفترة جميل جدا هذا سؤال جميل جدا الحقيقة أهم حدث وقع في الوطن العربي ذاك اليوم هي ثورة 23 يونيا في مصر نعم وما في شك أن الثورة هذه يعني أعطت زخم ناكيد للحركات حتى الحركات اللي نسميها حركات قومية العربية جعلاء لما تقول تغييرية لغير حركات تغيير طبعا بالإضافة إلى تنمية الوعي القومي والعمل القومي فهذه الحقيقة إذا أخذنا جانب منها وهو أن يعني أنا أخذ هذا الجانب من جانب النشاط الثقافي يعني لا يجعلون نشاط المدرسة طبيعة نشاط المدرسة لا يوجد شك أنه أثر وانعكس علينا سنة ثمانية وخمسين لاحظ أنا رحبت نجسة هذه سنة ثمانية وخمسية وخمسية وخمسين طبعا يومها أول تحقيق أول وحدة عربية بين مصر و سوريا وكان يومها نشاط ثقافي قومي عربي في الكويت و البلاد العربية قوي جدا و مشهور فلا شك أن هذه أثرت أنا أترك المدرسة وخلينا نتجه إلى النشاط الثقافي الأهلي أنا كنت يومها قضو ومدير النادي الثقافي القومي والنادي الثقافي القومي من الأنديا النشيطة جدا في هذا المجال عم بوائل قبل أن ننتقل إلى النقطة جدا مهمة نروح فاصل إن شاء الله ونرجع مع العم بوائل محمد جاسم السداح بارك الله نستمرين معكم مع السفير فوق العادة والتربوي العم بوائل محمد جاسم السداح عم نكمل وياك من ذكرت لنا شيء عن التعليم الأهلي أو الحياة ما بعد التدريس الحقيقة والنشاط بدأ و أنا معلم أو وكير مدرسة وغيرة لما بدأ النشاط الثقافي و النشاط الاجتماعي لصحة التعبير نعم بدأ الحقيقة من أوائل الخمسينات من ثانين وخمسين من واحد وخمسين ثانين وخمسين إلى آخر يعني عن ما بدأت بل إنشاء أندية يعني على سبيل المثال نادي المعلمين أنشئ سنة ثمانية وربعين وبعدها بفترة قريبة أنشئة أندية الرياضية نعم التي كانت يومها أسماء القديمة النادي الأهلي و النادي العروبة و النادي لا أخير من الأسماء المعروبة و النادي العربي لا أخير ثم أنشئ النادي الثقافي القومي وهو نشاط ثقافي بحث يعني ثقافي فكنا نقوم من خلال النادي الحقيقة بإعداد ندوات و محاضرات على مدار السنة طبعا نحن وغير من الأنشرة الثانية فهذه لا شك كنا بثت روح و نشاط ثقافي في داخل البلد طبعا نشاط حيوية صارت بلد مشاركين الوطن العربي بالقومي و كنا نشارك البلاد العربية في كثير من أحداث يعني على سبيل المثال بالخمسينات كانت ما بين مظاهرات طبعا السلمية ما في شك سلمية هذا بالكويت و ما بين جمع تبرعات لكل الأحداث التي مرت سواء تم جمع تبرعات لفلسطين أو لمصر أيام العدوان الثلاثي أو للجزائر أيام حرب التحرير الجزائرية ثورة الجزائر نعم و كنا نقيم بمظاهرات بمحاضرات أو احتفالات لثورة الجزائر و غير من الأمر هذه طبعا كلها خلقة جو سياسي جيد في البلد جميل طبعا عندما تحقق استقلال الكويت في بداية في منتصف الستينات ثلاثة واحد ستين بالضغط كما لا يقبع عليكم و كان في هذا الجو المهيئ يعني إعداد واستعداد الشباب اللي ممكن يساهمون في بناء الكويت من الناحية السياسية و النبو الماسية نعم فلذلك لما تأسست وزارة الخارجية و هي بالمناسبة كانت عبارة عن عن غرفة صغيرة جنب الله يرحمه جنب مكتب الشيخ عبد الله السالم على البحر مثلا علي كانت مزارة و هي عبارة عن غرفة بس في البداية بالبداية مدة حوالي شارية أو ثلاثة و هذه كانت ن branche و كان من فيها أسألي من فيها من فيها فيها كان جاثم القطامي و بتر الملة اللي الرحمة الله يرحمه و جاثم القطامي الله يرحمه و عبد الله له حسين الله يرحمه ثلاثة تم قللي وكانوا يعدون لعداد الخارجية نعم ولذلك وهذا طبعا مبدأ عالمي معروف في العالم وليس عندنا الوزارات الخارجية في أغلب دول عالم لما للتأسس أول ما تروح للمعلمين نعم لأن المعلم من طبيعته متعلم ومثقف وقارئ وغيره نعم ولذلك الخارجية رأسنا اتجهت إلى إدارة المعارف وطلبت مجموعة من الأشخاص أو يا وزارة رشحيننا من منطقة الحين فأنا كنت أحد المرشحين مع طبعا غيره من الأخبار الكرام مثلا على سبيل فعل يعقوب رشيد الله يرحمه وركز عليك أبوات وكان من الشخصيات الديمناسية الجيدة الحقيقة وغيره يعني حوالي مجموعة حوالي 25 شخص رحنا الخارجية بس أنا لعقوب رشيد داوم قبل بضعة عيام أنا بعد داوم بداومت بعمل بالخارجية لعقوب رشيد راح وسم إدارة المراسم والتشريفات وغيره وهو الرجل يصرح لهذا الموضوع وبعدين أنا رحت الإدارة السياسية بحكم تكوين السياسي من خلال النادي ومشطرة النادي ما ترددت عن محمد ما خفت من التجربة أنك من مؤلم إلى وزارة خارجية عندي تكوين سياسي عندي تربية سياسية من الأساس على مدى سنوات ليس يوم واحد سنوات تركوين سياسي من خلال النادي التقافي القومي وغيره من الأندية التي رحنا في كنا خاصة أن خلال السنوات هذه قمنا بالكثير من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي قلت لك عليها جامع تبرعات وغيره وغيره لديك خلفية كبيرة لدينا خلفية لذلك أنا أو غيري من الأخوة لا أعتقد أن الواحد متردد متردد أو متهيب الأحرار من أن ينتقد من التعليم إلى الدبلوماسي حماسي طبعا ما في شك أن نحتاج من يدربنا على الأمور السياسية الدبلوماسية ما في شك وين تدرب أبوال؟ تدربت وين؟ تدريب بسيط محدود يعني تدريب نوعين تدريب الأول تم سنة ستين استعداداً لمزارة الخارجية أعننت يوم الحكومة بالرغبة بإرسال مجموعة من المواطنين الكوتيين لدورة تدريبية في لندن وقالوا يومها للشؤون القنصلية وراحوا لندن فعلاً رأيت إياهم؟ لا 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 أمانوا إياهم نعم أغلبهم كانوا خرجين ما كانوا متوظفين أغلبهم نعم وراحوا لندن بعضهم طبعاً استقالوا من مزارته أو من دائرته كانت يومها دوائر وراحوا هذا المجموعة تقريباً خمس ساعة شخص راحوا بالتعاون مع جامعة أكسفورد راحوا أكسفورد ودرسونا كنوع من التدريب للعمل الدبلوماسي أما أنا لا أنا حياة عائشة بالعمل السياسي اللي أجتئين طبعاً التدريب ما في شكل تب من خلال عملنا الدبلوماسي في الخارجية لما ملمت طبعاً قلت لك أنا قبل قليل أن الخارجية كانت عبارة عن غرفة بجانب مكتب الشيح عبدالله السالم ثم انتقلت إلى قصر عبدالله مبارك في ضاحة عبدالله السالم منطقة ضاحة عبدالله والقصر لا زال موجود نعم فانتقلت هناك صارت مزارة كان لها أول وزير كان الله يرحمه الشيخ سباح السالم الله يرحمه وأول وكيل كان الله يرحمه جاسم القطامي وأنا اشتقلت فيها ذلك الساعة على الموظفين من أربعة أو خمسة عدد بصير أين أول بلد بوثلة لا 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 أستقلت في الكويت اشتغلت شمسنا في الكويت شوية شوية سنوات 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 طويلة سنوات وبعدين كنت أروح الجامعة العربية كنت أروح أحضر اجتماعات الجامعة العربية إما معه إذا كان رئيس بوفده كان يومها عبدالعزيحسين وبعد عبدالعزيحسين راح أظني جاسم خالد العدساني كنت أروح كان هو ممثل لكويت يومها وكنت أحضر اجتماعات اجتماعات في الجامعة العربية أحضرها وطبعا هذه خبرة ما في شك يعني أكيد ما في شك خبرة رحت أول عمل دبل ماسي في سنة ستة وستين في المغرب كان يومها السفير المرحوم عبدالله أحمد الحسين وهو رجل من الحقيقة من الشخصيات الكويتية الذي يعني يجب أن تسجل وأن تذكر وتذكر بالخير في طبيعة الحالة رجل كان معلم وكان ناظر وكان دبل ماسي ومن خيرة الدبل ماسية نفسك يا أموال نعم نفسك نفس مواهم تعليم على يده رجل دبل ماسي ناجح جدا طبعا ضليت في المغرب فترة طويلة لأن جاني جاني أكثر من سفير عبدالله حسين خمس سنوات تقريبا صحيح؟ خمس سنوات ثاني جاني عبدالله حسين تقريبا حوال سنتين ثم جاني عيسى عبدالجليل الله يرحمه توفي وطلعت الغسين فترة قصيرة أنا نقلت وقتها إلى الكويت ضليت فترة قصيرة أيضا في الكويت ونقلت سفيرا لدولة الكويت في الأردن وانتقلت في الأردن ودومت قاعت فيها تقريبا سنتين ثم نقلت إلى الكويت وضليت مديرة للإدارة السياسية الإدارة الاقتصادية لمدة ثمان سنوات وكانت فترة حقيقة هامة جدا من تاريخ الكويت ليش؟ لأن سنة ثلاثة وستين ثلاثة وسبعين أولا صارت حرب أكتوبر ثم قطع البترول وغيره وغيره هذه واحدة ثانيا بداية أربعة سبعين صار ارتفاع سعر البترول من دولارين ونص إلى عشرة طبعا هذه أثارت علينا ضجة في الدول الغربية والحركة الصيونية اشتغلت علينا خاصة على دول خليجة أني شف ستوم بالفلول معرف إيش من الكلام هذا وهجوم وكان واجبنا نحن كخارجية أن نرد على هذه الأشياء ولا شك أن كان المعلومات نستقيها من وزارة المالية والنفط كان يوم هو وزارة وحدة وزارة المالية والنفط كان برئاسة وزيرها عبد الرحمن العتيقي ونعم الرجل يعني هذا الرجل يذكر بالخير دائما وكانت دينا معلومات ونحن نبلورها وغيرها ونرسلها للسفارات كل سفاراتنا لكي تكون عندهم مادة أكيد للرد على حملات التشكيك وحملات الهجوم التي أجتنا ضلت بالخارجية وزارة الخارجية ثم نقلت إلى إسبانيا سفيرا أيضا هذا كان في أي سنة إسبانيا؟ ثمانين وواحس ثمانية سنين وثمانين بداية ثلاثة وثمانين تقعت ثلاثة وثمانين تقعت نعم جميل كل هذه الرحلات دعنا نتكلم قليلا على الصايد الشخصي ليس شغل ما كثير أثرت فيك؟ يعني قاعدت في المغرب خمس سنوات بعدها انتقلت إلى الأردن بعدها إلى إسبانيا ما ترى التجربة هذه؟ تجربة غنية وغنية جدا وتجربة ثقافية أيضا تجربة ثقافية هائلة جدا يعني أنا لما رحت إلى المغرب لا أعرف الكثير عن المغرب صحيح لكن لما رحت قرأت أولا لأن أنا منوع لأي حب القرأة قرأت كثيرا عن المغرب نعم واختلطت وكانت اختلاطاتي اختلاطي دائما مع المتعلمين والمثقفين والصحفيين ورجال السياسة وغيرها وهذه كسبت معلومات كثيرة ما أعرف ما كنت أعرفها لكن اللطيف جدا هذه لازم أتسجل أن وأنا في المغرب عرفت الشيء الكثير عن إسبانيا لأنه مقابله صحيح هذا أولا ثانيا المغرب وإسبانيا تشاركان بتاريخ واحد نعم لأن الدولة العربية في الأندلس كانت تتبعنا بإسبانيا كانت تتبع على الحكام في المغرب نعم يعني ما ننسى أنه لما صار حرب دول الطوائف واشتكى واحد منهم قال يا جماعة ما يصير نكون بهالشكل هذا فراحوا على يوسف بن تاشفين بنتشافه أرسل جيش ووحد الدول هذه متحد وخلها في حكومة وحده نعم طبعا ما في شك أن دولة المرابطين أثرت وربطتهم طبعا بعدين تفللهم هذا موضوع ثاني هذا تاريخ صحيح هذا كيف فهي ما في شك ثقافة ثفت من المغرب ثقافة جميل عن المغرب وعن غيرها حلو وبالأردن أيضا استفت يعني أنا من نوع اللي يقرأ أنا أحب أقرأ الأردن أيضا استفت من موقف أول يوم رحت الأردن صار لك موقف هناك لا أريد أن أذكر كثيرة أنا سمعت القصة هذه ماذا استفت من الأردن؟ والله خبرة دبلماسية جيدة خبرة دبلماسية جيدة لماذا؟ أنا أقول لك لأن أنا كنت يومها لما رحت سفير الأردن كان يومها الملك عسير الله يرحمه ملك عسير من نوع المنفتح ومن نوع اللي يعني ما هو معقد ولا عنده بروتوكولات ولا شيء نعم فلذلك كانت لي علاقة قوية وعلاقة جيدة يعني أنا كثير من الأحيان يكتلفون على السكرتارية الديوان الملكي نعم فأقول لهم بقابل الملك على طوال ما أكن ضرب يوم يوم ينا وروح له أتحدث وياه بشكل منفتح جدا ما شاء الله يعني أنا أسأله وأسمعه كذا فلذلك كان في نشاط نعم كان في نشاط في تعاون كبيرا بين الكويت والأردن يعني على سبيل المثال لأذكرك من الأردن من عمان إلى الكويت أو من الكويت إلى الأردن ثلاثة عشر مرة زرت الكويت وكلها أغلبها ما أقول كلها أغلبها في مهمات يعني يقول عند الملك يقول لي وراء أروح أقول له بشكل أم لا بالكويت يقول لي لما الله سوى بشكل فهذه خبرة نعم وخبرة جيدة وعلاقة وما في شك وعلاقة ومثل ما قلت لك أنا قبل قليل الملك حسين كان يريح يريح الدبل الماسيني يعني أكس كثير من الدول ملك أو رئيس الدولة ما تقابله إلا بطلعت الروح هذا منفتح منفتح جداً لذلك هذا ردي على تساؤل من الأردن استفدت الكثير من الأردن وأسبانيا يعني سنة 82 إسبانيا 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 تختلف وضعها أولاً أنه نظام ملكي تعرف يعني فيه بروتوكولات وغيرها لذلك الملك شفتها فقط وقعد ما قدمت فارق اعتمالي بس أنت كنت وقتها موجود في تاريخ مهم 82 وطبعاً الكويت شاركت فيه كأس العالم نعم ما تذكر؟ نعم بالله أرى قبل طبعاً المنديال هذا جونا جماعة وأنا كنت أعد العدة لهذا الموضوع استقبالهم نعم ومستقبالي أن نضع خطة نستفيد من المناسبة نعم نعم فلذلك كان تم السباق بيني وبين وزارة الإعلام وكان يومها هي هي الإعلام وهي الشباب وهي الرياضة وهي كل شيء يعني لذلك كما نتبقوا إياهم على إقامة معرض كتاب ومعرض لوحات في وقت المنديال الرياضي نعم نشأ الفترة وعندنا شعط نعم نشعط كنا نريده وكنا بحاجة له طبعاً معرض الكتاب تتح ومعرض اللوحات اللوحات من الفنانين الكويتيين في أشهر قاعة موجودة عندهم قاعة كويا في مدريد اللوحات وكانت جتنا أيضاً بنفس الفترة فرقة التلفزيون فرقة التلفزيون كان مقر البحثة الرياضية في مدينة اسمها مدينة بني الوليد بلد الوليد بلد الوليد بلد الوليد بلد الوليد بلد الوليد قريباً من مدريد تقريباً ساعة أو شوية يعني وكنا نروح هنا ففرقة التلفزيون لا شك إنها لعبت لعب هائل لعب دور ممتاز في تقديم كذا بالإضافة قلت لك المعرض الكتاب نعم بالإضافة لأيضاً هذه تذكر إن لما نجون الإعلام يعني فكلنا نعمل شيء من الدعاية لبلدنا لبلدنا فاتفقنا يومها بالتعاون مع الإعلام بطبيع الحال مع ستين محطة محلية محطات محلية 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 اسبانية محطات صغيرة نعم اللي هي تذيع بس للبلد نعم ستين محطة تحدثنا فيها عن الكويت يعني شيء لطيف غلال تقريباً اسبوعين هالمحطات هذه تتحدث عن الكويت شيء جداً هذا مهم جداً طراحة جهد رائع محمد يعني هذا واجب يعني فترة موجودة وجدك بسبانيا أيضاً أنت قدمت الكثير عموماً إحنا أكيد مكملين أبعد من شيء لكننا نريح الفاصل إن شاء الله وبعداً نكملين نكملين حوارنا مع العم محمد جاسم السداحة على فكرة وإحنا رادين من الفاصل كنا قاعد بالستيديو 5 4 3 2 1 واعترض بواء القل لماذا يقولونها بالإنجليزي؟ يقولوها بالعربي لأي مدى أنتم يعني الحين تفج أثار تساؤلي لهالدرجة معتز باللغة العربية لا في شك يا بنتي اللغة العربية هي لغة تاريخ نعم لغة الثقافة لغة الدين يكفي هذه اللغة شرفاً أن القرآن نزل بها أن أنزلناه قرآناً عربياً تاريخنا ثقافتنا جذورنا كلها عربية شو أن ننساها لا يجوز أن تمتهن اللغة العربية كما هي اليوم مع الأسف أنا أقول له بكل أسف أن اللغة العربية تمتهن في البلد سلانت تمتهن شايف رح وشوف الإعلانات أرى مثلاً على الإعلانات الموجودة شوف مثلاً لما يقول باور سنتر ليش باور سنتر؟ ما يقول لازم؟ باور يعني مركز القوة نعم باور سنتر مركز القوة ذا عريق مركز القوة مثلاً على سبيل المثال نعم بدأ ما يقول صدي العائلة يسميها فاميلي فاميلي فارميسي شايفة كيف؟ أراب آيدول دايت كير ومن هذه الكلمات التي لا لها معنى يعني الواحد يسفه أن أنت امشي بالشارع بسيارتك أو بسيارتك ما زعت بالشوارع وشوف الأسماء يعني يصل احتقار اللغة العربية بدرجة مهينة أنه لا يجوز يا جماعة عندنا لغة عندنا لغة من أعظم اللغات تاريخها قديم ومفرداتها كثيرة وجميلة من اللغات الحديثة هي أقدم لغة حديثة حالياً يعني نعم عمر اللغة العربية يزيد على ألف وخمسمائة سنة يا جماعة ألف وخمسمائة سنة من قطر عديدة بعدين مثل ما قلنا قائل القديم يكفيها شرفاً أن كتاب الله العزيز القرآن الكريم نزل بها إنا أنزلناه قرآناً عربياً إنا أنزلناه قرآناً بلسان عربي مبين وغيرها من الكلمات يعني ما لي بكثيراً زي عم بوال اسمح لي يعني أنا ممكن أختلف وياك ذكرت أنت الإعلانات هي رئيسية موجودة في إعلانات بالشوارع والمحلات لكن البلدية التي تشترط على كل المحلات تكتبها أيضاً بالعربي ما تترجم ولكن تكتب أيضاً بالعربي بالنطق الإنجليزي هذا غرط بعد ما بعد؟ قانون الإعلان ما ينص على ذلك وما يصير تحط إعلانين لا يجوز أنا أقول لك أبري أنا أشتغل في فترة البلدية سنة بالمناسبة سنة واحدة وأنا عايش موضوع البلدية وعايش موضوع الإعلان سنة اثنين وخمسين شفنا انتشار ديكس بالنسبة لكويت اثنين وخمسين ما أكو شيء بالنسبة لليوم يعني اتشرت بعض الأسماء الأجنبية فكان سكرتير المجلس البلدي عبدالله أحمد الحسين كان يومها أمين السر يسمونه أمين السر المجلس البلدي عبدالله أحمد الحسين وكانت أنا مساعد ماله فاشتكى أحد المواطنين الكويتين من انتشار الأسماء الأجنبية وبعضه حتى يكتب بالإنجليزي وما يكتب بالعربي إلى آخره عرض الموضوع على المجلس البلدي قرر المجلس البلدي أن يكلف أمين السر المجلس البلدي بتنفيذ القرار بأن لا يكون هناك إعلان إلا باللغة العربية فقط وإذا كان من لغة أجنبية فيكون تحت أو على اليمين اللغة العربية وعلى اليسار اللغة الأجنبية لأن ما يجون أنك تكتب كلمة أجنبية تكتبها بحروف أجنبية ما يجود بحروف عربية قصتي مثلما تقول فارباسي وليس صيدرية وليس كلينيك وليس كلينيك الآن بالتليفون يكتبون الكلام العربي بحروف أجنبية وهذه الكارثة هذه الكارثة ولا وزيد أكثر من ذلك مع الأسف يعني وهذه أقولها بكل ألم أنه لما نسمح للجامعات بأن تكون هناك جامعات خاصة كل الجامعات الخاصة كلها تتعلم بالإنجليزي صحيح لا تتعلم بالعربي وهذا يجوز وأنا أقول لا يجوز لا يجوز لأنه لا يجوز لأنه لا يجوز لأنه لا يجوز علوم موجودة هذه جامعات خاصة عالمية لا 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 يجوز لا manage أنا لي GPA جمعت له جامعة خاصة تُكصد جامعة خاصة لكن العلم موجود أنا أتكلم عن الإعلانات ثلاثين وخمسين عندما طبق كل أمير سر عبداللحسين بتنمية القراء كان عنده شباب كوتيين أهل بحر قال له نفذوا راحوا نفذوا أذكر والله أحدث ما أنساهم يوم وصلوا لحمد وقفوا كشوا يوم العبداللحسين أذكرهم والله كان جدامي أبنين هم يأيين عند المرحم عبداللحسين يعني يقولوا لهم ما قدرنا نروح لحمده أجانب ما نقلر عليهم قال له من يقول أسألكم سؤال لحمده جزء من الكويت ولا لأ قالوا جزء فنروحوا سووا ما هو قرار مجلس البلدي ونفذوا 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 ما ردوا طبعا الإنجليز وغيرهم ما راحوا يعترضوهم إننا أهل البلد مهم ونفذ نفذ طيب ما على الأسف أنا سنة ستين رحت للمجلس البلدي ورحت لأمين السر يومها وكتبت لكتاب أني بدت تعود الأسماء الأجنبية وقلت لأ يا أخي لا يجوز قال لا كلامك صحيح تبريك كتاب كتاب جاهز أعرض على المنسبة أعرض على المنسبة طلع قرأ أن لا يجوز كذا كذا من المفروض التنفيذ المحترم ما نفذ المحترم مع ذلك أنا ما خليت قعدت أتابع البلدية ورقة ورقة في قانون يا أخي المشكلة في قانون في قانون لكن لا يطبع قانون لا يجوز الكتابة ولا يجوز أيضا تسمية الشركات بأسماء الأجنبية لا يجوز مقلوم لا يجوز منها انتشار انتشار دهما كان يا بنتي روح كل دول أوروبا هل شفت في فرنسا يكتبون اسم شركة باسم إنجليزي لا روحي ألمانيا وهم معروف الألمان متمسكون بلغتهم محومين معروفون تززين جدا بلغتهم أصلا أصلا هو يعرف إنجليزي ما يتكلم إنجليزي صحيح يرفض يرفض يتكلم ألماني صارت لي موطف سنة ستين مقتلته آمننا بالله ظلت على مثل ما يقول المثل أنا أظل في هذا الموضوع 2007 رحت لرئيس المجلس البلدي 2007 رحت لرئيس المجلس البلدي وضع رحت للقلب والله كلامك صحيح وما كذا ولا يجوز ولا يجوز آخ طيب سوفيك خلاص هذا كتابك أنا أريح على المجلس البلدي بعد كم من يوم شافني نائب رئيس المجلس البلدي قال لي ترى أبوائل عرض علينا بلجنة الفنية من شاء الله أنا أريح تتخذ في القرار ولأن يوم أريح تتخذ فيه لأهم الآن سووا وحطوا لك الكلمة بالإنجليزي ترجبها كتبوها مرة ثانية بالعربي يعني مثل ما قلت لك يعني ما يجوز أنا ضدها ضد الفكرة هذه نعم طيب خلينا هذه المجلس البلدي آمننا بالله نعم طيب أريح للمجلس الأمة مرتين أكثر برئيس المجلس الأمة بالمجلس السابق ولا في جواب شون تابع منه مجلس الأمة إنه يعني يهتم المجلس لأن اللغة قاعدة تمتهن يا أخي نعم قاعدة تمتهن تحطم قاعدة تحطم لا يجوز يا أخي عبي أنا يعني مستمر بالاختلاف مع احترامي الكبير لك اختلف لا احنا بالكويت مهتمين يعني عندنا ما شاء الله مهتمين بالقرآن الكريم عندنا جوائز كثيرة جائزة للأمير وجوائز كثيرة بالقرآن الكريم طيب أعطيك صاحب السمو نعم الشيخ صباح السأل أحمد أحفظه الله نعم الله يحفظه بالصيف اللي فات نعم مجموعة يروحون يقابلونه ما اسم مجموعة هذه أي مجموعة برايم برايم برين برين شوش يعني يعني المبدعون قولي المبدعون شحق وزير وزير الإعلام يروح يفتتح سمر كام ليش سمر كام طول عمرنا المخيم سيفي ليش الان صار مخيم يعني عجزت لغتنا عن نقول لا أنا ما أبو إن إن مخيم سيفي صح والله كلامك عجب يا أخي قول مخيم سيفي بعدين حكومة يا أخي هذه هذه حكومة لا يجوز أول جهة مسؤولة عن تنفيذ اللغة العربية المصح هي الحكومة ليس الناس ولا الشركات نعم هي مسؤولة عن تنفيذ الحكومة هي المسؤولة عن احترام اللغة جميل مسؤولية هذه مجلس لهم مقصر مقصر السابق والحالي مقصر كلهم مقصرون وأنا أعتقد أن واجبهم حلو إصدار التشريعات اللازمة لحماية اللغة العربية واهتمام بها جميل مهتمين أنا كتاب للمجل الحالي نعم ومع متابعته لسكرتير اللجنة التعليمية إلى الحين حتى جواب حتى جواب ما يجيني يا أخي ما يجوز لغتنا تاريخنا أدبنا صحيح ما يجوز تكون شركة شركة حتى وصل الأمر لوزارة التجارة كانت بالأول تجاريكات ممنوع تأسس الشركة إلا باسم عربية نعم الآن الشركات تكتب بأسماء جنبية ومع الأسم متى صارق قلام هذا نعم سنين وتسعين ألف أحد الوزراء السابقين رضي الله عنه وأرضاه ستصدر قرار أن لا بأس من استعمال كلمات أجنبية بداع عربية لا يجوز دماغا احترموا لغتنا يا أخي هذه لغتنا يجب أن تحترم نعم صحيح أنا معك بوالوة كل شكر لك على هذا اللقاء العم محمد جاسم السداح شكرا لك على كل ما قدمت للكويت شكرا على رأيك في اللغة العربية أنا معاك قلبا وقالبا معرتك وحرارتك بهذا الموضوع شكرا لك شكرا لك على هذا اللقاء ويعطيك طولة العمر والصحة والعافية إن شاء الله ومشاهدين نطلع فاصل وبعد إن شاء الله شكرا لك